اهلا بكم الى الاخبار من الميادين وفي عناوينها القوات المسلحة اليمنية تقول انها ستعلن خلال الساعات المقبلة عن تفاصيل عملية عسكرية واسعة في العمق الاماراتي الميادين نت تنشر محظر اجتماعا بين قيادة الائتلاف السوري المعارض ومسؤولين اتراك يظهر كيفية رسم انقرة سياسة الائتلاف وتدخلها في كل شؤونه الرئيس الاسرائيلي يؤكد من الامارات دعم متطلباتها الامنية بالكامل ومواقف فلسطينية واماراتية منددة بالزيارة لبنان يسلم الكويت رده على المبادرة الخليجية وحزب الله يقول ان جماعة السفارة الامريكية والقوات خطر على مستقبل البلاد واشنطن تقول ان هناك علامات على اهتمام موسكو بربدها على مقترحات الضمانات الامنية نبدأ النشرة من اعلان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع عن عملية عسكرية واسعة في العمق الاماراتي سيتم الاعلان عن تفاصيلها خلال الساعة المقبلة والان معنا مباشرة احمد عبد الرحمن مدير مكتب الميادين في صنعاء لمعرفة مزيد من التفاصيل حول هذا الاعلان المرتقب معك نتابع احمد نعم محمد جاء المعلومات عن طريق الحديثي على عملية الساعة ومسلحة الجدرية على الميارات ومن ذلك المعلومات حصل عليها من بعض المصادر تحدث عن أن العملية مكتبت سنال الساعة الماضية بالمجموع من الطائرات عند السجر الأول أن تحدثت بعض الأهداف حيوية في العاصلة الإماراتية المضبطة وجاء الإعلان أو إعلان القوات المسلحة الجمالية عن ديانة المهم أجدية تفشيل سنال الساعة الماضية بعد أن تحدثت عن الصناع الأولي من المضوع من التجارات السبيرة التي حدثت أبو ظبي سنال الساعة الماضية هذا يأتي أحمد بالتزامن مع وجود الرئيس الإسرائيلي في أبو ظبي سنال الساعة الماضية جاءت بعد ساعات من سور رئيس الإسرائيلي المحسن إلى الإمارات وهي غدت جمال على هذه الزيارة الأولى من دوعها لدولة عربية خلوجية في المنطقة وأيضا تشير وتفوض حظا واسعة على الزيارة أيضا هذه الزيارة تأتي بعد تسخيض واسع وواضح لدولة الإمارات تتلاجها على الزيارة وبررا واسعة في شجرة ومعرب وأيضا في مناطق حيائية إطرة في ساحل الزيارة هذه الزيارة الضربة هي الرجل على هذه الزيارة وهي رسالة كما يجب من الزيارة هذه الزيارة إلا هذه الزيارة بل تحكم أو البيانات الإسرائيل بل يحنيها نحن صعب شكرا جزيلا لك مدير مكتب الميادين في صنعاء أحمد عبد الرحمن وسنتابع التفاصيل وتفاصيل هذا الإعلان المرتقب أولا بأول يمنيا أيضا قال عضو المجلس السياسي لحركة أنصار الله محمد البخيتي إن إمكانية الحل السياسي في اليمن كانت وما زالت وستبقى موجودة وفي حوار ضمنك لوب هاوس الميادين قال البخيتي جزمة اليمنية أصبحت إقليمية وهناك حاجة ملحة إلى طرف خارجي للحوار مؤكدا الاستعداد لحوار يمني يمني سواء في الداخل أو من خلال الوفد المفاوض في عمان البخيتي قال إن على الإمارات أن تراجع حساباتها مضيفا أنها والسعودية تبتزان الدول العربية للانخراط في الحرب على اليمن وفي مدينة إسطنبول التركية نظم العشرات وقفة تضامنية مع الشعب اليمني المتظاهرون رفعوا الأعلام اليمنية وصور زعيم حركة أنصار الله عبد الملك الحوثي وهتفوا ضد التحالف السعودي ونددوا بجرائمه قاتل سواء في ملف آخر حيث نشرت الميادين محظرة اجتماعا بين قيادة الاتلاف السوري المعارض ومسؤولين أتراك ويظهر هذا المحظر كيف ترسم تركيا سياسة الاتلاف وتتدخل بكل تفاصيله حتى في الشؤون التنظيمية المزيد من التفاصيل تطلعنا عليه الزميلة فاطمة قاسم أهلا بكم كيف تدير أنقرة الاتلاف السوري المعارض الميادين وجدت بعض الإجابات في محظر الاجتماع الذي حصلت عليه بين ممثل وزارة الخارجية التركية ومسؤولين من المخابرات التركية ووفد من قيادة الاتلاف السوري المعارض برئاسة سالم المصلت الاجتماع الذي جرى في الثامن والعشرين من كنون الأول ديسمبر الماضي في اسطنبول يظهر كيف ترسم تركيا سياسة الاتلاف وتتدخل في كل تفصيل حتى في الشؤون التنظيمية هذا عدا عن الموقف السياسي العام للاتلاف والعلاقة بينه وبين أطياف المعارضة الأخرى وصولا إلى تسمية من تريد تعيينهم في المواقع القيادية ويظهر المحضر الخلافات بين الاتلاف بقيادة المصلت ورئيس الحكومة المنشاق رياض حجاب على خلفية اللقاء الذي يحضر له حجاب في الدوحة لأطياف وشخصيات من المعارضة كما يبرز المحضر الخلافة التركي القطري بشأن هذا اللقاء وكيفية عمل أنقرة بواسطة الاتلاف على إفراغ لقاء الدوحة من مضمونه بعدما كانت تخطط له قطر ليكون رافعة جديدة للمعارضة السورية لكن أنقرة حولته إلى مجرد ورشة عمل فارغة المضمون والنتائج معنا مدير مكتب الميادين في جينيف موسى عاصي مرحبا بك موسى ما أبرز ما كشفه هذا المحضر حول كيفية أو طبيعة تعاطي الجانب التركي مع الائتلاف السوري المعارض وما يخصه يعني كما جاء في التقرير فإن الجانب التركي يسير الائتلاف السوري المعارض وبرز من خلال المحضر الذي نشرته الميادين نت وأنصح المشاهدين بالاطلاع على هذا المحضر لما يتضمن من تفاصيل كثيرة توضح بالفعل حجم الدور التركي وحجم الضغط التركي على الائتلاف وكيف هذا الائتلاف لا حول له ولا قدرة على الرد أو حتى الاعتراض على ما يطالب به الطرف التركي إذن الواضح أن تركيا تسير هذا الائتلاف بكل تفاصيله يعني هناك أمثلة عديدة على سبيل المثال عندما أراد الائتلاف السوري المعارض توجيه انتقادات للجانب الروسي بعد تصريحات المبغوط الروسي إلى سوريا والتي قال فيها أنه على اللجنة الدستورية أن لا تبحث مسألة السلطة السورية الحالية كان هدف الائتلاف أن يواجه اعتراضات وانتقادات للجانب الروسي ولكن عندما طلب منه الأترق بشكل واضح السيد أردم ممثل وزارة الخارجية في هذا الاجتماع عندما طلب من وفد الائتلاف عدم توجيه أي انتقاد وعدم تعاطي بهذا الملف خاص بشكل عام وخصوصا أن الأتراك إلى حد ما يتبنون بوجهة نظر الائتلاف بأنهم غير راضين عن التصريحات الروسية ولكن بسبب علاقتهم مع الروس أرادوا الحفاظ على هذه العلاقة فطلبوا من الائتلاف عدم توجيه أي انتقاد أو أي حديث عن هذا الموضوع رغم استقالة إبراهيم الجباوي عضو اللجنة الدستورية التابعة للمعارضة أيضا على هذا الأساس كان الائتلاف يريد أن يصاعد بوجه الروس لكن أنقرة طلبت منهم عدم الحديث بهذا الأمر وهذا ما حصل المسألة الثانية هو الأكثر خطورة يمكن الحديث عنها هي عندما بمسألة انسحاب أو استقالة إبراهيم الجباوي من اللجنة الدستورية طالب السيد أردم وهو ممثل وزارة خارجية تركيا بشكل دائما في هذا الاجتماع طالب من الوفد من الوفد الائتلاف في رئاسة سالم المصلد عدم الحديث عن هذا الأمر وعدم التعليق على هذا الأمر وأن التركيا ستسمي شخصا آخر يحل محل الجباوي يعني إلى هذا الحد نرى الدور التركي بشكل ضاغط ويحل محل الإرادة الإرادة الائتلاف المسألة أيضا الأخطر من ذلك وهناك طبع تفاصيل كما ذكرت قبل قليل أنصح المشاهدين بقراءة هذا التقرير على الميادين نت عندما اعترض سالم المصلد على اللقاء الذي حصل بين وزير الخارجية التركية وبين رياض حجاب على خلفية الاجتماع الذي يحضر له حجاب في الدوحة في قطر اعترض سالم المصلد كيف لوزير الخارجية التركية أن يلتقي برياض حجاب ونحن أي سالم المصلد يطلب منذ أشهر طويلة اللقاء مع وزير الخارجية التركية ولم يحظى بهذا اللقاء فيرد عليه السيد أردم ومثل وزارة الخارجية بغضب كما جاء بمحضر الاجتماع بأنه أنتم تريدون ويسأل سالم المصلد أنتم تريدون لقاء الوزير هذا يعني أن لقاءنا نحن لا يسعدكم ولا يعجبكم نحن أربعة في هذا الوفد ألا يعجبكم لقاءنا سنتحدث لاحقا بهذا الموضوع وحتى الآن لم يجري أي لقاء بين سالم المصلد وبين وزيراء الخارجية التركية طيب موسى وفي هذا اللقاء أيضا هناك حضور للمخابرات التركية وطالما تطرقت وتم تطرق أيضا في هذا المحضر لقضية ورشة الدوحة المرتقبة أو لقاء الدوحة كيف تنظر تركيا والإتلاف السوري لهذه الندوة المرتقبة في الدوحة للمعارضة يعني لنعود إلى البداية في مسألة ما يحضر له في الدوحة تركيا لم تكن راضية أبدا عن ما تخطط له قطر وما يخطط له رياض حجاب من هذا المؤتمر الذي كان مؤتمرا يريد من خلفه أو من وراءه رياض حجاب أن يشكل هيكلية جديدة للمعارضة تضم المكونات والشخصيات المستقلة أو الحزبية في هذا المؤتمر ولكن تركيا لم ترضى عن هذا الموضوع الإتلاف السوري أيضا المعارض لم يرضى عن هذا الموضوع وفي هذا المحضر يبلغ الإتلاف الجانب التركي بأنه ممتعد جدا من تصرفات حجاب الذي حسب سالم المصد يريد مصادرة قرار المعارضة السورية ويحاول سالم المصد تحريض الجانب التركي على رياض حجاب لكن الجانب التركي وبعد تواصله أيضا مع رياض حجاب والذي اجتمع أيضا رياض حجاب مع وزيره الخارجية التركية توصل الجانب التركي إلى أيضا فرض شروطه على رياض حجاب وعلى قطر بأن لقاء الدوحة لن يخرج منه أي توصيات أو أي برنامج سياسي لن يخرج منه أي هيكلية تمثل المعارضة أو تسمية جديدة تحل محل الإتلاف وتنظر بشكل مختلف للمنصات الموجودة حاليا للحوار إن كانت لجنة دستورية أو أستنى أو مخرجات مؤتمر سوتي على هذا الأساس الإتلاف الوطن السوري في البداية كان يرفض الحضور في المؤتمر المزمع عقده في الأسبوع الأول من الشهر المقبل ولكن بعد طلب الجانب التركي وبعد أن أبلغ الجانب التركي سالم المصد بأن تركيا ستحضر هذا الاجتماع الذي تحول لاحقا ليس إلى مؤتمر معارضة إنما لورشة عمل لندوة صغيرة فعند هذا الأمر قرر أيضا الاتلاف الحضور إلى الدوحة من أجل المشاركة في هذا المؤتمر طيب موسى ما هي خطط أنقرة فيما يخص مسار أستنى فيما يخص العلاقة مع الروز فيما يخص وضع الاتلاف السوري المعارض وهو كما يقال تراجع كثيرا عن سابقه فيما يخص وضع هذا الاتلاف في سوريا بالنسبة للتعاطي مع الجانب الروسي الواضح من خلال هذا المحضر بأن الأتراك يوجهون انتقادات في الغرف المغلقة في الاجتماعات يوجهون انتقادات لا دعا للجانب الروسي وخصوصا عندما يكون هناك تصريحات تأخذ طرف في الأزمة السورية وتكون إلى جانب الحكومة السورية فان انتقادات لا دعا يوجهها الطرف التركي للروس ولكن هذا يبقى في الغرف المغلقة ولكن في العالم هناك دائما نصائح إن كان للاتلاف أو للمعارضة التي ترتبط مرجعيتها بأنقرة هناك نصائح بل على الأكثر من ذلك هناك طلبات من أجل المحافظة على المنصات التي تشارك فيها تركيا وروسيا بنفس الوقت وإيران أيضا كمنصة أستنى واللجنة الدستورية بالنسبة لللجنة الدستورية يريد الأتراك عدم توجيه أي تهمة لهذه اللجنة عدم توجيه أي انتقاد لهذه اللجنة يريد لهذه اللجنة أن تستمر بالحرف الواحد قال السيد أردى ممثل وزارة الخارجية لسالم المصلت هذه اللجنة هي اللجنة الوحيدة التي يمكن من خلالها أن نثبت وجودنا كتركية وكتلاف وأن يكون لها ومصلحتنا أي مصلحة تركيا باستمرار العمل في هذه اللجنة وإن كانت نتائجها لا تزال حتى الآن ضعيفة ومتواضعة جدا ولكن يجب الاستمرار بهذا العمل وإلا فإن عند خروج أعضاء من الاتلاف أو في حال قرر الاتلاف الانسحاب من هذه اللجنة فإن الأمم المتحدة ستعين أشخاص جدد أطراف جدد وقد يكون هؤلاء مقربون من الحكومة السورية وبهذا ستخسر تركيا وجودها في اللجنة الدستورية هذا الكلام موجود في المحضر منشور على الميادين نت مجددا أنصح المشاهدين لمعرفة كيفية الدورة التركي وضغطه على الاتلاف أو عدم حضور الاتلاف عندما توجد تركيا فتركيا هي التي تقرر أنصح المشاهدين بقراءة هذا المحضر على الميادين نت شكرا جزيلا لك موسى عاصي مدير مكتب الميادين في جينيف رئيس الاحتلال يزور الإمارات وفي أي توقيت زيارة هرتسوغ إلى أبو ظبي ارتبطت بملفات عديدة في المنطقة على صلة بالمقاومة وتأتي في ظل تصعيد ممنهج من تحالف الحرب مضافا إليه علاقة تفصلها الرياض في السر حاليا مع تل أبيب محمد بوعب الله والتفاصيل محلقا في الأدواء السعودية التي يصل رئيس الاحتلال إلى أبو ظبي مكرسا بذلك خطا من الترابط ولو في السر بعضه لاعتبارات تتعلق بحسابات في الرياض مع إسقاط المحضورات تدريجيا ذاك ما يبديه الإعلام الإسرائيلي ومنه رخصة بيغاسوس للسعوديين والاستعداد لدعم تحالفهم ضد اليمن وفي استقبال بن زايد لضيفه الإسرائيلي تبادل الجانبان الحرص على تأكيد ذاك الترابط حيث الحرب على اليمن مصلحة مشتركة أنا أشكرك على موقف وموقف دولة السعودي تجاه الاعتداءات الإرهابية الأخيرة على منشآت مدنية في دولة الارهابية ندعم بالكامل متطلباتكم الأمنية وندين بكافة الأشكال والخطاب أي هجوم على سيادتكم تشنه الجماعات الإرهابية في العلن يأتي الدعم الآن ولطالما أكدت صنعاء أن إسرائيل شريك لحلف العدوان في حربه على اليمن حيث مشروع تل أبيب تأمين المضائق وبسط النفوذ وأما الزيارة فالتوقيتها مرتبط بعبث هذا التحالف مضاف إليه إسرائيل بأمن المنطقة حيث الرؤية مع الإسرائيليين مشتركة كما أكد بن زايد نفسه ثم تترابط وثيق إذن بين مسارات التصعيد سواء في لبنان أو في باقي جغرافية المقاومة ولسيما العراق والسوريا واليمن وليس صدفة أن تأتي الزيارة في ظل التحريض ضد حزب الله حيث ورقة الشروط الخليجية لم تخل من بند لطالما كان إسرائيليا ولا يزال هو نزع سلاح المقاومة كما لا ينفك الشق المتعلق باليمن وغيره عن أدوات التأليب ضد الحزب وسبق زيارة هيرتسوغ تصعيد عسكري في اليمن بضرب أهداف مدنية وبنى تحتية وهو ما ترى فيه صنعاء مشاركة إسرائيلية وأمريكية وذلك أمر غير مستبعد قياسا إلى تصريحات الإسرائيليين سواء قبل التصعيد أو بعده حيث يهرعون لعرض الدعم الكامل ويبدون القلق من الردود اليمنية ولافت في التوقيت أيضا عودة تنظيم الداعش للعبث بأمن العراق وسوريا وهو ما أصبح واضحا ارتباطه بالمشروع الأمريكي وبأجندته في المنطقة حركة حماس نددت بمسار التطبيع الإماراتي وقالت إن من شأن هذه الزيارات تشجيع الاحتلال على مواصلة عدوانه على الشعب الفلسطيني داعية إلى التراجع الكامل عن مسار التطبيع الذي لا يخدم إلا المصالح الصهيونية في المنطقة حركة الجهاز الإسلامي قالت من جهتها أن استقبال رؤوس الإرهاب والتطرف تدنيس للأرض العربية ومحاولة لفرض وجود الاحتلال الباطل الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع استنكرت زيارة هاتسوغ إلى الإمارات وفي بيان نشرته على حسابها في تويتر أكدت الرابطة أن الزيارة هي انقلاب على حقوق الشعب الفلسطيني وطعنة في ظهر قضيته العادلة وهي تعزز من عمليات الاختراق للدولة الإماراتية ودعت الرابطة أبناء الشعب الإماراتي للحذر من الانقلاب على المبادئ الداعمة لفلسطين وخيانة الأمة الإسلامية سلم وزير الخارجية اللبنانية عبدالله أبو حبيب نظيره الكويتي أحمد ناصر لمحمد الصباح الرد اللبناني على مقترحات دول الخليج لنزع توتر العلاقات من دون ذكر طبيعة الرد وخلال مؤتمر صحفي قال الصباح أن دول الخليج ستدرس الرد اللبناني قبل تحديد الخطوة المقبلة في الأزمة الدبلوماسية واعتبر الرد هو خطوة إيجابية من قبل المسؤولين اللبنانيين نعم أتانا رد ويشكرون عليه المسؤولون اللبنانيون في هذا المجال الآن هو متروك إلى دراسة هذا الرد من قبل الجهات المعنية في الكويت وفي دول الخليج لمعرفة ما هي الخطوة القادمة مع لبنان أكد الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله أن مشروع الحزب هو مواجهة إسرائيل وأذنابها وأنه لن يقبل مواجهة أحد في الداخل كي تحدث فتنة وأضاف قاسم أن جماعة السفارة الأمريكية والقوات اللبنانية يمثلون خطرا على مستقبل لبنان جماعة السفارة الأمريكية هؤلاء سيكونون عبئا على لبنان وبالتالي هؤلاء ليسوا الحل لا هلأ هن حل ولا بالمستقبل هن حل من هنا أنا أبدأ لكم قولوا لأهلكم قولوا لأحبائكم لكل من تتصلوا بهم صوتوا في هذا الانتخاب لأن صوتكم يعني منع أتباع السفارة الأمريكية واتجاه السفارة الأمريكية من أن يكونوا مؤثرين نعم في قيادات أخرى في جهات أخرى بتخالفنا الرأي لكن عندها تنثيل شعبي صحتين على ألبن نحن منقبل كل واحد يكون بالمجلس النيابي بتمثيله لما بيشتغل للموضوع الوطن نحن منحترمه حتى لو كان معارض حتى لو كان مخالف لإلنا لكن هول بشكله خطر جماعة السفارة الأمريكية والقوات اللبنانية على مستقبل لبنان والآن ينضم إلينا في الاستوديو الكاتف الشؤون السياسية الأستاذ غستان سعود مرحبا بك معنا سيد سعود على شاشة الميادين لو نبدأ من الرد اللبناني الذي سلم إلى وزير الخارجية الكويتي كيف تتوقع أن تجري الأمور بعد أن سلم الرد لبنانيا ونبني المعطيات على أساس ما انكشف من شروط جاء بها الوزير الكويتي نعم بلاك تسمح لي بسلسة نقاط أول شي اليوم الورقة الكويتية هي مثل بلحظة اشتباك أقليمي ودولي كان في عرض استسلام للبنان تضمن مشموعة شروط البعض منها خليجية نحن نحن نحكي عن 12 نقطة اتنين منها خليجية عشرة منهم إسرائيلية أمريكية فرنسية يعني ما علاقة الخليج بتطبيق القرار 1701 بما يضمن أمن إسرائيل ما علاقة الخليج بتطبيق القرار 1559 هذه بنود بالمبادرة لا علاقة لها أبدا 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 الدول الخليجية بها هذه بنود تعني الكيان الإسرائيلي أولا وأخيرا وتعني طبعا الراعي الأمريكي للدولة الإسرائيلية وبالتالي اليوم لبنان برده كان في ردين كان في رد لوزير خارجية لبنان هو حمل رسالة لوزراء الخارجية العرب تضمن الطلب إنشاء لجان متابعة بكل البنود يلي عم يطلبوها يعني ببند التهنئة ببند التهدئة يكون في لجنة متابعة عم بتحطوا شروط عم بتتابع عم بتنظم عمل التهدئة بالقرار 1559 أيضا لجنة متابعة لتطبيقه مع الأمم المتحدة لأن هي المعنية في الأمم المتحدة بشكل رئيسي وليس الشعب اللبناني بما يضمن انسحاب إسرائيل من مزارع شبعة وغير 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 بالبند المتعلق بإنشاء لجان المتابعة وزراء الخارجية العرب طلبوا أن يبحثوا الموضوع ويرجعوا ويردوا خبر لوزير الخارجية اللبناني النقطة التانية كانت اللي حملها معه وزير الخارجية كان رسالة من رئيس الجمهوري من رئيس الجمهوري اللبناني إلى أمير الكويت الرسالة تتضمن بشكل واضح أولا دعوة لزيارة لبنان ثانيا طلب رعاية مبادرة كويتية عبر أمير الكويت مباشرة لتنفيذ المبادرة يعني نتحول من وزراء خارجية من مبادرة ما معروف من الرعاية الرسمة ومن خريط الطريقة رئيس الجمهوري اليوم طلب أن أمير الكويت يدخل مباشرة مع الأفريقاء اللبنانيين لبحث هذه الورقة بالتفاصيل مثل ما كان في بلحظة أمير قطر يلعب هذا الدور مثل ما بلحظة اللبنانيين يلتقوا بالدوحة رئيس الجمهوري طلب بالرسالة من أمير الكويت يلعب الدور يلي سبق للطائف أن لعبته وللدوحة أن لعبته الرد الخليجي في المقابل رد الكويت كان إيجابي جدا تعامل الكويت مع الوفد اللبناني كان تعامل إيجابي جدا كان فيه ترحيب جدا على المستوى الشخصي وعلى المستوى العام وبالمقابل كان فيه سعي لإجراء محادثات أو جلسات بين وزير الخارجي اللبناني والوزير الخارجي السعودة أو بين وزير الخارجي اللبناني والوزير الخارجي الإماراتي هذا الطلب لم يتحقق لم يحصل لم يحصل بناء على المعطيات الموجودة بالتالي ما يبحث عنه الواضح بحكم المعطيات ما يبحث عنه الخليجي هو الحل بسلة واحدة بسألة تشكيل لجان أو رعاية من أمير الكويت أو أي شخصية أخرى ربما تعيق المسعى الخليجي لحل الأزمة هو يريد أن يحل الأزمة بالشكل الذي يراه هو مناسبا بسلة واحدة هذه مطالب وهذا هو الرد الانطباع اللبناني أن الدور الكويتي عم بيكون في رؤوس خليجية حامية الكويت عم بتجرب تبرده يعني عم بتجرب تلعب دور إيجابي بالتبريد حتى بالتشنج البحث عن إذا بدك قواصم مشتركة أكثر من قواصم خلافية بالنسبة للبنان هو اليوم طلب استقالة الوزير كرداحي والوزير كرداحي استقال ولم نحصل على أي مقابل اليوم أيضا الخليج يعني السعودية والإمارات عم يطلبوا المزيد دون تقديم أي مقابل واليوم إذا لبنان إجاء قال أنا وفقت طيب شو المقابل ما أيضا اليوم الخليج إجاء عمل خبرية الأرداحة وأخذ خبرية الأرداحة دون ما يعطي اللبنانيين أي شيء فاليوم عم يرجع يطلب شيء تاني دون ما يعطي أي شيء هذا الشيء بيخلي عند الدولة اللبنانية أيضا يكون في حذر بالتعاطي مع كل هذه الطلبات خصوصا أنه ما في شيء أقليمة أو داخلة يستدعي من اللبنانيين أنه يرفعوا الريات البيضة ويقولوا إيه نحن هنقبل هلأ بيلي ما قبلنا فيه من عشر سنين لليوم لا أنت بالتالي وصلتني للمحور الثاني لا يوجد شيء يستوجب رفع الريات البيضة هذا كتعبير لكن هناك خطر ما تحدث اليوم به الشيخ نعيم قاسم يعني يحذر سماهم جماعة السفارة الأمريكية والقوات هم الخطر على لبنان كيف تنظر لهذا الكلام لا هدول فعليا مرأوا بمرحلة كانوا بمرحلة صعود كان عندنا تكفيريين كان عندنا خطر هائل اليوم القوات اللبنانية لا تقارن أبدا يعني هن اليوم كان عندهم أسلحة ثقيلة السعودية وغيرها كان عندها أسلحة ثقيلة فتاكة بهذه المنطقة وهي خسرة جميع معاركة هلأ اليوم إذا بتقارن القوات اللبنانية هي فرقة كشافة مؤرنة مع التكفيريين يلي بعثتهم السعودية بكل الصنوات الماضية لا نحن مرأ علينا لكتير صعب اليوم عم بيهددوا الشعب اللبناني بالجوع عم بيهديد شعب اللبناني بفتنة تعملها القوات اللبنانية ولكن هذا التهديد ما بيتقارن أبدا بما سبق ومررنا به خلال كل السنوات الماضية. قبل فترة كانت هناك تغريدة لسيد جبران باسيل وكان واضح بتلميحه هناك من يعمل على إثارة نزعات أو حرب داخلية. اتهاماته اليوم الشيخ نعيم قاسم أيضا واضحة. هناك أطراف في لبنان تثير القلق. تثير الخوف على إثارة النزعات وربما تؤدي إلى اشتباك مسلح في بعض الأحيان. هذا الخطر ما زال قائمة بالتزامن حتى مع الانتخابات النيابية؟ نعم هذا الخطر قائم بشكل متواصل. لابل نحن اليوم عم نقرأ بالصحف السعودية والقطرية مواقف واضحة أنه لماذا إجراء الانتخابات النيابية في لبنان إذا لم نكن قادرين على تعديل موازين الكوة. وإذا حزب الله حيرجع بعد الانتخابات مثل ما هو قبل الانتخابات. وصلوا لهذه النتيجة اليوم. هن طبعا سيسعون. مثل ما قال الشيخ نعيم آسين بخطابه. سيسعون لتطيير الانتخابات النيابية. واليوم كل الأفريقاء اللي عم يحكوا بتطيير الانتخابات النيابية هن فعليا المعنيين مباشرة بتطيير الانتخابات. أحدى السيناريوات الرئيسية. حتى رئيس حزب القوات يتحدث بأن الجانب الآخر هو من يريد تطيير الانتخابات. وبالتالي اليوم عم نشوف بالصحف السعودية أسئلة واضحة. شو بنا نعمل الانتخابات إذا مش قادرين نغير. حتى القوات الانتخابات اليوم تعرف أن قدرتها على التغيير هي قدرة محدودة جدا. وما في حدا اليوم يقول أن هو قادر يروح ياخد أكثيرية نيابية مؤيدة للخليش. وبالتالي إذا وصلوا لهذا السيناريو أكيد المخطط الرئيسي لتطيير الانتخابات هو شيء أمني. بالشيء الأمني كان لدى السعودية عدد كبير من الأدوات في لبنان. غامر يأخذ مجتمعه ويأخذ ناسه لحرب أهلية. كل التجاري بتؤكد أنه سمير جعجع يندفع. اللي بدحك هون أنه اندفاعة سمير جعجع نعم تعمل قلق أمنة بتعمل اضطراب أمنة بتعمل مشاكل ولكن غير قادر لا من قريب ولا من بعيد على تغيير موازين القوى في لبنان. يعني اليوم اللي إجا استخدم كل الساحة السنية حاول استخدام كل الساحة السنية وفشل. ما حيجي يقدر قبر القوات اللبنانية يعمل الفتنة لبنانية. السيناريوات المخيفة للبنانيين التدميرية مرأت. شي صعب مرأ. اليوم القوات اللبنانية حجم الأزل فيها تعملوه هو أزا يطال مجتمعها بشكل رئيسي. القوات اللبنانية تاريخيا. مجتمعها تقصد المسيح بشكل مباشر. نعم نعم. القوات اللبنانية تاريخيا كل حروبها لم تؤدي كل حروب سمير جعجع بالتحديد. لم تؤدي إلا إلى تهجير المسيحيين. إلا إلى ألحاق أكبر أزا ممكن بالمسيحيين. هل بيرجع بيعملها؟ إيه بيرجع بيعملها. ولكن هذي بتغير بالمشهد السياسي اللبناني العام بيقدر يربح المعركة. سمير جعجع تحديدا ما ربح ولا معركة بحياته. فأنا اليوم فيني أتخيل سمير جعجع عم يعمل معركة رابحة. بيعمل معركة مدمرة لللبنانيين مؤذية للمسيحيين. إيه طبعا. ولكن معركة تغير موازنين الكوى في لبنان. ما في ولا سيناريو. لكن أي تهو الترات لا سمح. الله بالتزامن مع الانتخابات ألا يؤثر هذا سلبا؟ هذا قد يؤدي إلى تطيير الانتخابات. إلى تأجيل الانتخابات. إلى إلى إلى. بس بدي أرجع لك. إذا كان هو يريد تطيير الانتخابات. هو حتما مثل ما اليوم عم بيبين. ومثل ما عم نقرأ بصحافتهم. هم بلشوا يحكوا عن عدم جدوى إجراء الانتخابات النيابية. وبالتالي. إله مصلحة بتطيير الانتخابات. نعم. شكرا جزيلا لك سيد غسان سعود الكاتب في الشؤون السياسية. كنت معنا هنا في الستوديو. إلى ذلك أعلن تنظيم داعش مقتل عدد من مسلحيه اللبنانيين في العراق. الإعلان هذا جاء مفاجئا للبنانيين في ظل الخشية من عودة نشاط التنظيم إلى البلاد. عباس الصباغ والتفاصيل. داعش يقرع باب لبنان مجددا. فالتنظيم أعلن عن مقتل عدد من مسلحيه اللبنانيين خلال القتال في العراق. صحيح أن الأمر ليس جديدا. إذ سبق أن قتل الكثير من اللبنانيين في معارك سوريا والعراق والجرود اللبنانية مع التنظيم. بيد أن عودة نشاط التنظيم الإرهابي إلى شمال لبنان. مستغلا التدهور المريبة في الأوضاع المعيشية يضع الأجهزة الأمنية اللبنانية أمام اختبار مستجد. وزير الداخلية تأحد تصريح أنه في 32 واحد. هذه اللي معروفين. هنا في أشخاص سفرت وراحت على تركيا. والأم العام سجل أنه راحوا على تركيا. هنا في روح من تركيا على سوريا. ما أحنا بيقدر يعرف العدد. لا هلأ ولا اليوم ولا بكرة. ولا بعد بكرة. يمكن بيقدر يعرفوا اللي عم بيموتوا. بيقدر يعرفوهم بس أنه تقل لي فيه واحد يعرف كم واحد راح لهونيك ما أحنا بيقدر يعرف. الأجهزة الأمنية الليبنانية تراقب ومنذ أسابيع نشاطا لبعض المناصرين لداعش ولديها إحصاءات بعدد الذين التحقوا بالتنظيم في العراق. ولكن لا يزال أمامها الكثير من العمل حتى لا يستغل داعش التحركات المطلبية وينفذ عمليات إرهابية كما حدث في طرابلس قبل عامين بعد من دس داعشيون في التظاهرات ونفذوا اعتداءات ضد القوى الأمنية. هؤلاء ذهبوا ليس للنزع وإنما للقتال إلى جانب داعش. هناك هذه المجموعات تربك الساحة الطرابلسية. علما بأن من قتل يوم أمس هم أربعة من منطقة البداوي واثنين من منطقة عكار. منذ عام 2017 تراجع نشاط المجموعات الإرهابية في لبنان ونجحت القوى الأمنية والمقاومة في منع استكمال مسلسل التفجيرات فيما عاد نشاط داعش إلى طرابلس في حزيران يونيو عام 2019. من خلال عملية إرهابية في طرابلس أودت بحياة أربعة عسكريين. وتلتها اعتداءات متفرقة شمال لبنان قبل أن تنعم البلاد بفترة من الهدوء. داعش ينعى عددا من مسلحي اللبنانيين الذين قتلوا في العرق. أعلان يعيد شمال لبنان إلى دائرة الاهتمام. ولا سيما أن القتل معظمهم من مدينة طرابلس. فالتنظيم الإرهابي يحاول استغلال الأوضاع المعيشية الصعبة في البلاد لتجنيد المزيد من الشبان. وسط تساؤلات عن عودة داعش المستجدة إلى الساحة اللبنانية. عباس صباق بيروت الميادين. وفي سياق متصل أصدرت عشيرة أل سيف في شمال لبنان. بيانا قدمت فيه تعزيها للعراق شعبا وجيشا وحكومة. وأكدت عدم معرفتها بمغادرة أبنائها الأراضي اللبنانية وبمشاركتهم القتال في العراق. وتمنى ذو القتلى من الجهات المعنية العراقية عدم تداول أي معلومات متعلقة بأبنائهم. مؤكدة السعي الدائم للإصلاح ووأد الفتن. وحملت العشيرة والسلطات اللبنانية المسؤولية الكاملة لعدم قيامها بواجباتها على الحدود اللبنانية. ومنع عمليات التسلل خارج أراضيها. نشير إلى هذا العاجل الذي يظهر على شاشة الميادين. حيث توقف حركة الملاحة في مطر أبوظبي نتيجة عملية يمنية. ونحن ننتظر إعلان العميد يحيى سريع تفاصيل حول هذه العملية. ذكر أنها ستكون في إعلان التفاصيل خلال الساعات المقبلة. ونحن نترقب. الآن نتوقف مع فاصل ونتابع هذه النشرة. من جديد نرحب بكم. وأيضا نشير إلى هذه العواجل التي تظهر تباعا على شاشة الميادين. حيث شلل في الحركة في أبوظبي نتيجة العملية. اليمنية العسكرية. هذه العملية الجريئة تأتي بالتزامن مع زيارة الرئيس الإسرائيلي إلى الإمارات. إلى أبوظبي تحديدا ووصل اليوم. وستستمر هذه الزيارة من المفترض ليومين. مفترض قبل قليل كانت هناك عملية عسكرية يمنية كبيرة. أشلت الحركة في مطار أبوظبي. توقفت حركة الملاحة الجوية. وهناك شلل في الحركة في أبوظبي. وهذه العملية اليمنية الجريئة تأتي بالتزامن مع زيارة الرئيس الإسرائيلي. وسنتابع التفاصيل أولا بأول في حال جد جديد. وفي سياق النشرة. حيث مع اعتقال الأمن العراقي المشتبه به في قصف مطار بغداد. رأى معنيون. أن ذلك يمثل ردا على الاتهامات التي تساق عادة ضد الفصائل العراقية. في تورطها بقصف بنا تحتية مدنية. أو التورط بعمليات أمنية تستهدف الأمن الوطني. عبدالله بدران والتفاصيل. المشتبه به بقصف مطار بغداد. الجناح المدني فيه تحديدا في قبضة الأمن العراقي. أكرم محمود راشد القيسي. كما تفيد برقية أمنية عراقية. من سكانة حميد شعبان القريبة من مطار بغداد. مسؤوليته رصدت عبر كاميرات المراقبة. دهم منزله فلم يؤثر عليه. فاعتقل عند حاجز السرحة إلى الشمال من العاصمة بغداد. ما سبق إجراء أمني. ومعلومات لا تقف عند حدود المعالجة الأمنية. إن تم تسليط الضوء من زاوية ثانية. فذلك ينبئ ببراءة المتهمين دوما بإقلاق الحالة الأمنية العراقية. الهشة أصلا. الفصائل العراقية. فصائل لم تخفي تبنيها الهجمات التي طالت أي مرفق عسكري أمريكي في العراق. أو في أقل تقدير مباركة استهدافه. لكنها غالبا ما كانت تحشر في زاوية المتهمين عن التصفيات والاختيالات والهجمات الصاروخية. هي لم تكترث طبعا أو تلجأ كما يلجأ للموضع الدفاعي. فاتهامها ليس للمرة الأولى. فثبت أن عناصر أمن مارقين تورطوا بعمليات تصفية. واعتقل متهمون بتصفية ناشطين. ليتضح أنهم ليسوا أعضاء في فصائل المقاومة. لكن التضليل الذي سبق كان قد غطى حقائق تثبت براءة المتهمين دوما. في ظل زحمة الهجمة التي لم تتوقف ضدها. شبح الحملات ضد هذه الفصائل لم يغب عنها. بقي يحوم ويقترب متشكل الحجد الشعبي. ابتعد لفترات لكنه بقي ظاهريا في الأفق. تمثله أذرع إعلامية ومنصات لم تكن أي حادثة تقع حتى سيقة الاتهامات. وضجت وسائل التواصل بسيل من التهم. قبل أي نتائج عملية مبنية على التحقيقات. عبدالله بدران بغداد. الميادين قالت مساعدته وزير الخارجيات الأمريكي فيكتوريا نولاند. أن واشنطن مستعدت لأي خيار تتخذه موسكو. بما في ذلك خيار الغزو العسكري لأوكرانيا. وأكد أن واشنطن تريد تسوية دبلوماسية. هناك علامات على أن الروس مهتمون بردنا على مقترحاتهم. من بينها المحادثة التي نرجحها بين بلينكين ولافروف. مرة أخرى هذا ما نريده وها نحن هنا. نريد تسوية هذه القضايا من خلال الدبلوماسية. كما نريد الحد من التسلح. لقد وضع كوتن هذا الخيار. لكنه وضع أيضا خيار غزو كبير. لذلك علينا أن نكون مستعدين لذلك أيضا. قال مفوض السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل. أن الاتحاد يعمل مع الولايات المتحدة وقطر وإذربيجان على مسألة الغاز. في حال فشلت الدبلوماسية وقررت روسيا تخفيض إمداداتها من الغاز أو قطعها. إنها رحلة الأمير القطري الأولى إلى الولايات المتحدة منذ تولي الرئيس جو بايدن سدة الرئاسة. لتوقيت الزيارة دلالات كثيرة. وقد يترتب عليها تحولات جمّة على الصعيد السياسي وتعهدات الدوحة الاقتصادية. في زيارة هي الأولى من نوعها لزعيم خليجي منذ تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة. يحط أمير قطر تميم حمد الثاني في واشنطن في زيارة عمل كما فاد ديوان الأميري القطري. لتوقيت الزيارة دلالات كثيرة إذ أن المخاوف الأوروبية من فقدان إمدادات الغاز الروسي على وقع الأزمة في أوكرانيا تلقي بذلالها على القمة المرتقبة. وأمام هذه المعضلة الأمريكية لا يخفي المسؤولون في واشنطن مطالبهم من الدوحة وهي ضمان استقرار إمدادات الطاقة العالمية. فرصة دبلوماسية كما وصفتها بعض المصادر قد يترتب عليها تحول الدوحة إلى وكيل حصري للولايات المتحدة في المنطقة ولكن بأي ثمن؟ يرتبط الغاز القطري بعقود طويلة الأجل مع الأسواق الأسيوية بناء عليه. فإن الموافقة على العرض الأمريكي يعني كسر هذه العقود وقطع الغاز عن هذه الأسواق ما سيمثل ضررا كبيرا لصمعة قطر وضربا لمصدقية دوحة السياسية وتعاهداتها الاقتصادية. من جانب آخر ستمثل الموافقة القطرية إعلانا عن موقف سياسي يتبنى المقاربة الأمريكية للمواجهة مع روسيا والصين وهو إعلان حرب بشكل من الأشكال. وإزاءه قد لا تقف موسكو وبيكين موقفا متفرج وفق هذه المعطية تبدو الدوحة في موقف لا تحصد عليه. فرفض العرض الأمريكي قد يجر أثمانا باهظة لا طاقة للدوحة بتحمل كلفتها أما الموافقة التي سيترتب عليها خسارة قطر أسواقها واستعداء روسيا والصين فلا يبدو تعميق الشراكة مع واشنطن ثمنا مناسبا لها. تلك الشراكة التي تدرك الدوحة جيدا حدود مصداقيتها واستمراريتها وأمير قطر السابق خير من يعرف ذلك. إذن عاجل جديد ننوه إليه نقلا عن وزارة الدفاع الإماراتية حيث تقول سقطت بقايا صاروخ باليستي خارج المناطق المأهولة بالسكان في تطورا أيضا على الملف اليمني. اتصال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي أكد الموقف الإيراني الثابتة من المفاوضات النووية وتشديد الرئيسين على ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية. ملح مرايا والتفاصيل بعد اتفاق الأطراف المفاوضة في فيينا على توقف المفاوضات لمدة أسبوع وعودة الوفود إلى عواصمها للتشاور واتخاذ القرارات السياسية المناسبة في مرحلة يبدو أنها الأخيرة قبل إعلان مواصلة المفاوضات واقتراب التوصل إلى اتفاق أو إعلان فشلها والعودة إلى المربع الأول. يأتي اتصال الرئيس الفرنسي إيمانويل مكرون بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي للبحث في عدة قضايا ثنائية ودولية على رأسها مفاوضات فيينا وسبل أحياء الاتفاق النووي. ليؤكد دقة هذه المرحلة التي تمر بها المفاوضات النووية التي لم تؤدي في بداياتها فرنسا دورا بناء كما يقول الإيرانيون لكنها مع نهاية الجولة السابعة وبداية الجولة الثامنة باتت أكثر واقعية في تعاملها مع المفاوضات. استمع مكرون مباشرة إلى الموقف الإيراني الثابت من رئيس نفسه الذي أكد الشروط الإيرانية المتمثلة برفع العقوبات كاملة والتحقق منها والحصول على ضمنات. ثلاثية مثلت العقدة والحل في الوقت عينه خلال مفاوضات فيينا تتمسك بها إيران على ما يبدو ملقية الكرة في ملعب الأمريكيين والأوروبيين للتوصل إلى نتيجة خلال المفاوضات. إنقاذ الاتفاق النووي ينعكس برأي كثيرين على سحب فتيل التوتر في المنطقة عموما ولسيما المنطقة الخليجية. لكنه أمر يرتبط كما يريده الغرب ببحث القضايا الإقليمية وهو ما رفضته إيران مرارا وأكدت فصل الملفات بعضها عن بعض. بالأمس كانت تهران تعتبر أن فرنسا تؤدي دور الشرطي السيء. اليوم تبدو باريس أكثر واقعية في تعاطيها مع ملف المفاوضات النووية. لكن موقفها لا يزال متماهيا مع الموقف الأمريكي. ملحمرية طهران الميادين رأى وزير خارجية مالي عبدالله ديوب أن التوتر بين باريس وبماكو يعود إلى أن المجلس العسكري المالي عمد إلى المساس بمصالح فرنسا عبر استبعاد إجراء الانتخابات في شباط. واعتبر أن مؤيدي إجراء الانتخابات يريدون عودة لأشخاص أنفسهم لتولي السلطة. ودانا ديوب خلال زيارة لبروكسيل انتقادات فرنسا الأخيرة للمجلس العسكري. وأشاره إلى أن باريس رحبت بالانقلابات في الماضي. ورغم قولها بأنها تدافع عن الديمقراطية. تشكل البطاريات التالفة في قطاع غزة خطرا شديدا يهدد صحة السكان. وتحذر السلطات المحلية من خطورة هذه المواد السامة معربة عن مخاوفها من تسرب الرصاص والزأبق من البطاريات إلى التربة والمياه الجوفية. علما أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع تصديرها لإعادة تدويرها منذ العام 2008. عبد الكريم عودة والتفاصيل. نتيجة الاستهلاك المفرط من البطاريات تشكل في قطاع غزة أو تجمع في قطاع غزة حوالي 25 ألف طن من البطاريات. توزعت في حوالي 30 نقطة هذه النقاط عشوائية حيان تكون النقاط مغلقة مثل البراكسات. أو تكون مفتوحة بوسط تجمعات سكانية. وهذا يشكل مخاطر كبيرة على حياة المواطنيين وخصوصا الأطفال لأن مكونات البطاريات هي عبارة عن نفايات خطرة. تعامل المباشر بشكل مباشر مع البطاريات خصوصا في فئة العاملين. يعني ممكن أن يضحق بهم مخاطر جسيمة خصوصا في الجهاز التنفسي. مشاكل في القصبات الهوائية في الكلا والرئتين لأن هذه المكونات تتجمع داخل جسم الإنسان. وممكن أن تحدث ما يعرف بالأمراض السلطانية. هناك مخاطر أخرى تتعدى المخاطر الصحية وهي مخاطر على البيئة. وغفصا في المناطق المفتوحة التي تخزن البطاريات في مناطق مفتوحة. يحدث تكسر للبطاريات تكسر لغلاف هذه البطاريات وخروج السائل المهتوي على الرصاص والمعادن التقيلة إلى التربة. وفيما لو وصل هذا السائل أو وصلت هذه المكونات أو المعادن التقيلة إلى المياه الجوفية. سيحدث خطورة على الخزان الجوفي الذي يعاني أصلا من تلوث حاد وخطير. نحن طجام من طالب جانب الإسرائيلي أن تطلع البطاريات هذا على إسرائيل. ومن 2008 وهي مسكر عليها. والتي هي تماما بتضر للناس. فيها ضرع علينا وضرع على الناس وتماما بتخصى. الآن نذكر بأبرز ما كان في النشر من عنوين. القوات المسلحة اليمنية تعلن خلال الساعات المقبلة عن تفاصيل عملية عسكرية واسعة في العمق الإماراتي. ومصادر الميادين تؤكد توقف الملاحة في مطار أبو ظبي وشلل الحركة في المدينة. الرئيس الإسرائيلي يؤكد من الإمارات دعم متطلباتها الأمنية بالكامل ومواقفه فلسطينية وإماراتية منددة بالزيارة. الميادين تنشر محظر اجتماع بين قيادة الائتلاف السوري المعارض ومسؤولين أتراك يظهر كيفية رسم أنقرى سياسة الائتلاف وتدخلها في كل شؤونه. لبنان يسلم الكويت رده على المبادرة الخليجية وحزب الله يقول أن جماعة السفارة الأمريكية والقوات خطر على مستقبل البلاد. واشنطن تقول أن هناك علامات على اهتمام موسكو بردها على مقترحات الضمانات الأمنية. دائما لمزيد من الأخبار والتفاصيل على صفحة الميادين على الإنترنت الميادين دوت نت باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية. شكرا جزيلا للمتابعة وفي أمان الله. اشتركوا في القناة